أشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها إذن أيها الأخوة كما تشاهدون معالي الدكتور محمد جواد ضريف وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية يقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدى أشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه اللحظات فكما تشاهدون يصل في هذه اللحظات إلى القاعة الأميرية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق لسموه وباستقبالهم حبرت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومعالي الشيوخة بهذه اللقطات الحية وأيضاً المباشرة إذن يقدم واجب العزاء صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق لسموه لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بوفاة فقيد الوطن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواها كلمة والحوار السبيل الأنسب لعالم تصان فيه كرامة الأفراد وسلامتهم ليكونوا آمينين سالمين في أوطانهم لا شك أيها الأخوة والأخوات بحضور الضيف الكريم معالي السيد سعد الدين الحريري رئيس وزراء جمهورية لبنان السابق شاطرنا الأشقاء الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويقدم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مشاركة العزاء وتقديم واجب العزاء بفقيد الكويت الكبير وفقيد العالم سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله وثراه وجعل الجنة متواها فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات سعادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي توشي يميتسو وزير خارجية اليابان لتقديم واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في هذه اللحظات والوفد الرسمي أيها الأخوة والأخوات معالي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي يقدم واجب العزاء بوفاتي سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ويقدم أيضا التعازي لمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وسمو دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة فلسطين الشقيقة ويقدم في هذه اللحظات واجب العزاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى معالي الشيوخة بوفاة قائد الإنسانية شكرا للمشاهدة